أعلنت وزارة الصحة إرسال قافلة طبية إلى دولة جنوب السودان لتقديم الخدمة الإغاثية في مختلف التخصصات للأشقاء بجنوب السودان المتضررين من تداعيات أعثار السيول والفيضانات التي تكتاح البلاد وأشارت الوزارة إلى أن القافلة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتح السيسي بتقديم الدعم المستمر للأنظمة الصحية في الدول الإفريقية الشقيقة مؤضحة أن القافلة التي انطلقت الأربعة الماضي تستمر في عملها وفي تقديم الخدمة الطبية للأشقاء بمدينة جوبا لمدة عشرة أيام كما كشفت وزارة الصحة عن إرسال قافلة طبية أخرى مماثلة إلى ولاية جونجلي بجنوب السودان أواء اليناير المقبل وذلك استمرارا للجسر الجوي بين دولتين مصر وجنوب السودان دعما للمنظومة الصحية بالدولة الشقيقة نفذت وزارة داخلية زيارة ميدانية لعدد من ذوي القدرات الخاصة قادرون باختلاف إلى مقر أكاديمية الشرطة حيث تم خلال زيارة التي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم عدد من العروض المتنوعة التي أطفت البهجة والسعادة على قلوب الأطفال نفسك جاء تبقى أي يا أنس؟ آه هزبك ده احنا نتشرف بيك يا هنس هنعمل لك رحلة اوليكو بقى كلكو نعمل رحلة لكلية الشرطة والكلية الحربية وتشوف ويبقى يوم نقضي هناك كلنا مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها أنا موجود في وسط الخل لي طاولي مجهود أكاديمية الشرطة تحتضن القادرون باختلاف تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنظيم زيارة لهم للأكاديمية وهو ما يأتي ترصيخا لمبادئ إنسانية هي سمة الجمهورية الجديدة عندي أمان فيكم وبيكم نبني عزيمة وعمل إيدك في إيدي بحبنا تبقى جنة مش بس غن وده نور جديد بدايته بيننا أنا موجود أنا موجود أنا موجود أنا موجود أنا بطول أو مش محجاجة عني استقبال كبير وترحيب بهذه الوجوه البريئة التي تعلوها الفرحة وتمتزج بالتحدي أنا موجود في وسط الخل لي طاولي مجهود وحظ الحلوة كم بينكم ولي أنا موجود أنا النور اللي جوايا ينور ليكو كل مكان أنا الجنوة اللي تسمعها ومش محتاجة عشان هودان لقاء اتسم بالدفء والتفاعل مع العروض المتنوعة التي قدمتها لهم الأكاديمية وبالاهتمام الكبير بهم في رحاب أكاديمية الشرطة عندي أمن فيكم وبيكم نبني عزيب وعمل إيدك في إيدي بحبنا تبقى جنة مش بس غن وده نور جديد بدايتو بالنار أنا موجود أنا موجود طريق للفير في كل زمان أنا بطولة ومش محتاجة عنها نشان فخورة أن أنا موجودة بجد بشرطة بلدي باللي عاملينه النهاردة لأولاد بتكرموا لأولاد وأهليهم كل حد من الأمهات فرحان والأهالي اليوم النهاردة كان يوم رائع وقد إيه الأولاد انبسطوا جدا جدا زيارة أكاديمية الشرطة أنا موجودة جدا أشوك الأولايس أنا محبوك جدا كان يوم رائع مع أولادنا فعلا يعني كانوا مبسطين جدا وسعدة ما فيش ولد ولا بنت يجو من النهاردة لأنشين في المنتهى السعادة مظاهرة احتفالية بشباب قادرون باختلاف بأرض العروض بأكاديمية الشرطة حيث نمازج من معدات وسيارات الشرطة التي أتيحت لهم الفرصة لركوبها إلى جوار رجال الشرطة في لوحة جمالية مبهجة إيدك في إيدي بحبنا تبقى جنة مش بس غن وده نور جديد بدايته بنا أنا موجود أنا موجود طريق للخير بكل زمان أنا بطولة ومش محتاجة عليها نشان أنا الأحساس أنا الطيبة وصدي للحقيقة مزان كابت الخيل وكابت حسون وبشبكي وعبين سعاف شفت البوليف يعني فيه وكابت العربية بيتساك كل جميل جدا مبسوط جدا النهاردة يوم جميل قوي 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 تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر هم قادرون باختلاف ينشرون البهجة والفرحة حيثما كانوا الدولة تهتم بهم وتضعهم في بؤرة اهتمامها ويرعاهم رئيس الجمهورية وهو من عكس على الترحيب الكبير بهم داخل أكاديمية الشرطة اشكرت سيادة رئيسون اعمال لنا كل الحاجات دي انا مبسوط لنا اشوفتكم وبحبكم قوي شكرا شكرا لتبطي رئيسون اشلم يا مصري انني الفدا دي ادي ان مدت الدنيا يدا ابدا لم تستكني ابدا انني ارجو مع اليوم غدا تحيا مصر تحيا مصر شكرا باوي